تونس تونس يد وحدة بصراحة ما عنديش علم اه ما عنديش علم موش علم من الورد محبت خلو مور بستر لا لا ما فهميه بستر احنا ماش في موقع باش نخبيه حد شيء الكلام اللي يواجه رئيس الجمهورية البارح كان عنده واقع عند الزوز قيادات ولا يوى الكلام قاله سيد رئيس جبد موضوع جبد لجتيم جبش الاتقاء بار كونتر واذا يحز في قلوبنا في الاتقاءة الحال قال كلام انو الحكومة عملت نجرة العظم مش مشيت في التواجهة ذاك وانو سلم الاجتماعي مطلوب احنا ذاك كلام نقول فيه من قبل الخطاب مطلوب انتو مازيت نجر العظم نجر العظم سيباي فيدو احنا مطلوب النجر العظم مش مشكلة نجر العظم سيباي كرانسوسي اما اللي هو خط احمر بالنسبة اللي نحنا هو ديمومة المواسات تنافسية المواسات وديمومة مواطن شغل هذا خط احمر لا يمكن ولا يحقننا للينا ولا غيرنا باش يصير في تونس اليوم شوني ساير ما خدت البيار حقينا انو هناك قرب اتفاق بين الطرفين انا كنت سرحت على موجات اذاعة مزايكة في بنارت خرجلسة عمانات تفوضية وكان الحق كنت من احسن الجلسات اللي صارت وكان قربنا كثير لبعضنا هذا يقبل بانسير لطنطال اللي صار منترحمه على شوالات قرب كبيرة مخارج خرج اتحاد شغل طبيعي 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 كل اتحاد عنده منظوريه وعنده رأي عام وعنده صورة يدافع عليها وهذا منطقي وطبيعي جدا وهذا يدخل في طبيعة العمل النقادي احنا ما نتعطلوش بالكلم احنا اللي همنا هو الشيء قاعد يصير في الطاولة في الطاولة حقيقة فما رغبة من الاتحاد اللي عم تنصي الشغل ومن الاتحاد التنصي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية الى وصول الحل ولا بد وضروري العام مش مزال فيه شهر مش ندخل في مفاوضة 2016 دونك يزمنا نسكروا الملف بداية نسكروه وقتش ان شاء الله فيقر بلاجيل ان شاء الله فيقر بلاجيل احنا نستنعوا في استدعاء من طرف الاجتماعي الثالث اللي هو الحكومة نهاد تصير الجلسة ممكن فيه تصور فما نقاش ساير في الاثناء مش يصير ستنمو مش على الطاولة في الاثناء فما اتصالات يمكن نقل البيح لمحمد مسلمي مثلا من عام مساعد في اتحاد العم تنصي الشغل قال من المرجح ان يتم العلان خلال الساعات القادمة هذا البيح عن اتفاق بين اتحاد شغل واتحاد صناعة وتجارة وصناعات التقليدية حول الزيادة في وجه الكتاع الخاص شوف الاتصالات هي ديما مباشرة احنا والاتحاد العم تنصي الشغل ماناش اعادة لبعضنا وماناش في مباريات الاتصالات ديما موجودة ويزيمها تكون موجودة من اجل تونس من اجل البلاد هذه من اجل الحل الاشكالة هذه القائمة اليوم ديما فما اتصالات جانبية بتباعة الحال وفما المفاوضات الرسمية وهذا بحبة زادة سمحني سيسي الحبيب وسيد الحبيب سيد الحبيب تستوري عضو مكتب تنفيذ اتحاد التونسي للصناعة وتجارة والصناعات التقليدية في الاثناء في الاثناء اليوم زوز اطراف حسوا بالمسئولية بالخطورة الظرف بكذا وبشيسعوا الى انهم يقربوا سيبو بكر زوز اطراف وعين من لول ما هونش يتوا او عاو اكثر بالمسئولية احنا وعين من لول بالمسئولية المطالب كانت متبعدة على بعضها قربت الى اي مدى قربت قربت بالجدار اخر جلسة في تقديري وانا نحب نحيي من موقع دي الاخ بواليل مبارك اللي كان نقدم مطلب وكنت نحبث انه يسير ويتم انه ما نخرج وما غاد الى باتفاق كان عبر علي بواليل مبارك لم يلعام مساعد انهارت الجلسة ديك قال ماذا بينا ماذا موافق على شيء دي ماذا بينا الجلسة الجاية ما نخرج الا باتفاق الجلسة لانا البلاد ما عاش تتحمل وين وصل خلي نستعرف خلي نعرف انا قلتك الفرق ما نجامش انا شو ما نجامش نعطي ديطايا على الجلسة وعلى الواحد اللي نجم نقوله باركونت واللي مسموح اللي بش نقوله انه كان الفرق بعيد بناتنا برشا اليوم مقربنا فما مساحة نجمو دينا نحكيو فيها وهذا ممتاز ممتاز جدا في اي اجل معنى هتتوقع انه يتم الاتفاق والله احنا ممكن ناخده بخاطر سيدري الجمهورية قبل عشر ديسمبر ومش معقول وهذا كلام مواقعي وصحيح مش معقول بش نمشيو احنا نساهمه في الوفاق في تونس وفي الحوار وفي كذا وتسوز منظمات وطنية عتيدة مثل الاتحاد عم تنسي شغل اتحاد سناعة تجارة يوحلو في اشكال كيف هذا لابد من حل والمشكلة هذي اليوم ولابد ان نتعدى جاية اليوم ما زالت 31 يوم على مفاوضات 2016 مفاوضات قطعية هذه المفاوضات الحق لان القطعات تختلف احنا الصعوبة لعنى في المفاوضات المركزية ان القطعات مش هي نفسها ووضع القطعات ما هو شو نفسه بش ندخل وطوح حسب ما قدم الاتحاد عم تنسي شغل المطلب في المفاوضات المالية والمالي والترتيبي في 2016 2016 ما زالوا 31 يوم مش ندخل المفاوضات تقريبا في نصف جانب وفي اقصى الحالات في غرط فيفري القطعات هي اللي تنجم تسلح الوضعيات هذه كل باعتبار ان النقابتين النقابة العراف او نقابة الاجراء على علم وعلى اطلاع وعلى بين من وضع القطع ذاك وهما اللي سول اللي ينجموا بالفعل يعرفوا قدمش مش يكتبوا على بعضهم يخدموا في نفس القطع يعرفوا القطع اللي يتحمل النسبة الفلانية واناو القطع اللي يتحمل واناو اللي ما يتحملش واناو اللي عنده ريسك ماجور وهذا شيء احنا نرضو المسئولية محمولة على عتقكم يا حبيب التستوري بتبعت الحال محمولة على عتقنا على عتق انتومة تحاتي نعو تجد نعو تتقليد زوز اطراف حتى كتسمع كلام رئيس الجمهورية البي سيد الرئيسي نجمي لوم عن اللي يحب هو احنا ناس نخدموا بعقلانية نعرفوا شنو اللي ممكن نعرفوا شنو اللي مش ممكن من نجموش مش امور عاطف هذه هذه امور مصيرية القطعات اللي تقدر تدفع اكثر احنا عمرنا تحات نونسي للصناعة وتجار وصناعات تقليدية قناة لما تدفعوش ما بالمستحيل احنا نوترسوسي ماجور هو انه ما يلزمش المفاوضات هذه توصلنا الى اذ محلال بعض المؤسسات وبعض القطعات وخاصة في الصناعات التصديرية اي لليوم زلتوا سكتين معنى حتى حد ما ما تحرك في مشافي اي تجاه ووقتيش بصير الجلسة خطر الجلسة مسؤولة عليها الحكومة وقت اللي تصدعنا الحكومة احنا كونا ديما جاهزين الحكومة ما استدعاكم كم بش تعرف الحكومة تعرف الجلسة الاخرانية اللي فعلا ومارسها سيدوله سيد لوزير بيدو مشكور قدم بعض الاقتراحات ومشينا معهم بحيث وقت اللي احنا تعيطنا الحكومة حاضرين احنا العشية زيدة بشنوريك اللي حت تنسي الصناعة التجارة والصناعة التقليدية مسؤول ومسؤول جدا وواعي بدقة المرحلة ودقة الوضع اليوم عنا اجتماع مع تقريبا 120 رئيس غرفة وطنية اليوم ومعنين ومعنين مناش قاعدين مهبتين لدين مناش في وضعية مراحة مناش لا احنا الاتحاد شغل في وضعية مراحة هالملف هذا يلزموا بالضرورة يتسكر من اجل البلاد هذه والبلاد هذه اكبر من الناس كل اكبر من الاتحادين واكبر من الحزاب واكبر من الناس كان متوقع انه اليوم يتم استدعاكم من طرف والله ما عنديش علم الحد الآن انا ما عنديش علم اللي فهم استدعا لكن احنا الجلسة نتعال عشية حتى كان استدعاونا كنا يمكن نعتذر ونطلب بكل لطف تأخير باعتبار جلسة العشية ذي اللي بيصير مرتدها فتحات تنسل الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية مهمة ومهمة جدا وهي اللي بيش تحدد المسار الفائدة مش نعملوا اتفاق قطاري ومبعد نرجو هاو قطاع ما صحح هاو ما احترم دوش التزاماتكم لابد نرجو على القواعد وهذه هي لعبة الديمقراطية ونشوفوا الامكانيات بهالصعوبات هذي كل شنو اللي ممكن نعملوه فاش النجم ونقدم شي نجم يعمل اتحات صناعة وتجارة صناعة التقليدية اليوم نجم يعمل القطاعات اللي هي تقدر وقادرة قطاعتي زيادات ما عنا حتى شكال مبدأ زيادة ساحنا ما عناش فيه واحدة متفقين عليه انه ما بدأ بش نزيدو بش نزيدو قديش بش نزيدو القطاعات اللي ما يشكلش الزيادة دي عليها اختار وكذا ما فيه فماشي شكال فيهم احنا مشكلنا ونرجع له ديما الاساسي هم القطاعات اللي عندها صعوبات الموسيقى اللي عندها صعوبات والقطاعات اللي عندها صعوبات القطاعات تصديريها وعدد قطاعات اخرى هذي تفاديا زادا للمشاكل العام جاي ما يقول لكش كي ما اللي صار هاو عملنا اتفاقي تاري واتفقنا والاتحاد صناعة وتجارة ما احترمش لكذا احنا ديما ننصوا على القطاعات اللي عندها صعوبات هذو ما كنا رسي الاخ قاسم عفيا وانويا في قناة التلفزية قال مش ممكن نشوفوا القطاعات اللي عندها صعوبات وتكون معالجتهم وهذا منطقي وهذا معقول وهذا المطلوب وانا ما نتصورش اتعاد التلعام التونسي للشغل انو ما يحرش على مصلحة الموسطة التونسية وعلى الديمو منتاحة وعلى التنفسية انتاحة سيلا حبيب الله تستوري نعود نرجع متوقع الاتفاق قريبا تواصل الاتفاق قريبا بين الطرفين متوقع وانهاء هذه الازمة بين اتحاد صناعة وتجارة وصناعة تقليدية واتحاد شغل متوقع جدا والعزيم راهين ماذا راهين عقل نية لأطراف الزوز توم طرف ابدأ عقل نروحك احنا معقلين نروحك عقل نروحك شوف في ظرف في ظرف النمو نسبة النمو تقارب السفر واذا كان ميستلبيها سفر السبعة في المئة حدلتا وخليك متفقل لا لا ممكن نحيو منها شاريات لساريات نحي دوبوات وطولي حاجة أخرى مش هذي الموضوع انا ما نحبش نحكي في التقني ما نحبش الحكاية هذه كل فمتني اليوم احنا والاتحاد اللي عم تنسل شغل مطالبين باش نعديوا العقب هذه بكلفة منطقية ونوفروا معناها السلم الاجتماعي باش ننجموا نقدموا باش نخدموا نخلقوا ونحتاجوا احنا زاد المساج بوزيتيف من الاتحاد اللي عم تنسل شغل في خصوص الانتاج والانتاجية في خصوص ثقافة العمل اكستر اي به ترف المقابل اليوم يزموا يقدم الى اي مدى شنو المسئولية متاعه نحكي عن مفاوضات مباشرة نحن نحكي عن مفاوضات مباشرة نقوله لحقيقة الاتحاد العام تنسي الشغل قاعد يقدم وبعد على المطلبية المشطة بعد بالش على 12% بعد وهذا يحسب لي وحنا ديما نعول وطم قدمتوا شوية وباتباعة الحال موخا نعرفه خاطر الرأي العامي المليون ونص اللي يخدموا في القطاع الخاص يستنعوا في النتائج متاع المفاوضات متاعكم معنى متبات الحال تحاسي نعود جداو سنة تقليدية في 6% اليوم ما نجمش قولك سيبو بكر ما تحاولش ما نجمش ما نجمش نجاوبك أنا نعرف ومتوقع ونتمنى بكل القوى أنه نوصل ونحلوا لشكالة ذاية إن شاء الله في أقرب الأجال وتونس تحتاج للشيء ذاية ويجبنا نفوت المرحلة بي وقدامنا مفاوضات 2016 يخي كل قطاع يمشي على أقل تفقتوش في تنزيلها وقتاش بداية ترمن وقتاش مزال هذا كل موضوع التطاوض معنى ومزالت ويقفى وين هي معنى ما هيش وين هي أنا قلتك الجلسة الأخرانية كانت ممتازة من أحسن الجلسات وخرج قلت مرة أخرى واتحاد الشغل أعلن أنه الإضراب العام لن يلغى هذي كطبيعة يا سيبو بكر هذي كطبيعة العمل النقابي اللي خرج يتكلم من الاتحاد العام تونسي الشغل هذي كطبيعة العمل النقابي يجب أن يخرج يعلم منظريه ورأي العام بفشل المفاوضات ومسالش أحنا ما نعتبره يشفش ما قربتوش هذا أحنا قربنا أنا قاد نقول كان مفاوض أنا حاضر شهد على العصر وموجود في وسط المفاوضات وكل نيتفاول إن شاء الله ما عادش فهم اليملوغ التسعيد بين الطرفين تفقتوا تفقتوا في هذا التسعيد ما يفيد حتى حد لا أحنا شوف فما قرارات سيادية الاتحاد اللي عم تونسي شغلهم قرارات اللي نحنا ترجعنا أحنا كفكرة عاما نقولوا التسعيد بسفة عامة ما يحلش الشكال ما يقدمش بنا بالعكس يزيد يعقد الأمور أحنا ما نحبوش التسعيد نحترمو زملائنا نحترمو الاتحاد نحترمو تاريخه نحترمو موقعه ومشاركته في بناء البلاد هذه يجبنا نوصلوا مع بعضنا نخدمو ونجاوز وهالنقطة هذه عنا برشة ملفات تنتظر فينا الحوار الاجتماعي وغير وعديد النقاط السياسات العامة اللي يجب تضاعف البلاد للرفع من المستوى المعيش التبقات الوسطى اللي قاعد يمشي وقاعد يضمحل هالطبقة هذه وقاعد تضعف ويجبنا زادا ننهيه مع سياس تزيد الماء وكرياسيون وخلق التضخم وهذا كل موجه ذاك الحل واليوم ملفات ساخنة كبيرة نسكره ذا باش نخدمو احنا اليد في اليد مع الاتحاد اللي عم تونسي للشغل باش نجمو نقدمو في الملفات الاهم واهم برشة من الزياد 2015 تفقتوا داخل الاتحاد صناعة التجزارة واجتناعة التقليدية على تقديم عرض جديد ومقترح جديد ان شاء الله اليوم قلت لك عنا اجتماع مهم باش يكون مصيري احنا منظمة ديمقراطية من نجموش نعم نبنيو حاج على خنان يزبنا نرجعو للقواعد المعنيين مش غضو من تحوش في اشكال انتعم دين اتفاق عام ونسرعو فيما بعد يجي القطاعات يقول لك أنا لأن القطاعات هي اللي تمظر وعلى الملاحق التعديلية القطاعات اليوم احنا تحركنا واستدعينا عاودنا وعلى لسيريو اللي عند المنظمة باش نوصلوا الاقصى ما نقدرون نعملوه الحكومة عندها دور ليوم في التسريع في المفاوضات هذه لا في التسريع لا الحكومة هي اللي كانت من وجهة نظرتائي الشخصية موش موقف الاتحاد موقفي الشخصي كانت هي ترف في توعك الوضع هذي بالنبي علش كيف عقدة المفاوضات بالمفاوضات اللي قامت بهم وبالزيادات الكبيرة مش معنى ذلك ان الأجراء ما يستهلوش مش معنى ذلك ان المقدر الشرائي ما تريدش لكن يلزم اليوم البلاد مرتحنة وهذا يعني يعني العامل الخاص الف ومليون الف وثمانمائة الف وثمانمائة مليار من المليمات من المليمات مليار وثمانمائة معالي صارت قبل معك هذا هذا شي معناها مختر مع التدائن اللي يعني معك هذا هذا ديما نقول مش معنى ذلك انه الأجراء ما يستهلوش انا قلت المرة الاخرى الوضع صعيب على الأجراء على عامة الطبق الوسط احنا عنا في قطاع عديد القطاعات اليوم الناس الحرفيين كل اللي مرتبطين بالسيحة اساسا وغيرهم كلهم قاعدين نقاسي وما يلقاوش حتى في اشتر رسميك الوضعية صعيبة يلزمنا ننتبهوا مع بعضنا الناس كل نعديوها العقبة الصعيبة وان شاء الله نفهمك الخير ونخدموا على رواحنا ونخلقوا الثروة باش ننجموا ونعاودوا من وال التنمية ويعادة وكيفاش تقعت التوزيع الثروة من جديد هذا كل مقبول لكن يلزمنا من نجموا نوصوا إلا ما نخلقوا الثروة مش برقم كما موجود اليوم نتعنموا باش ننجموا ونوزعوا حاشا كلامك غير واضح برشا كما كلام الامتحاد شغل هم يحكيوا على القرب في الساعات القادمة يحكيوا وانت تحكي عشر ديسمبر لا لا نحكيش عشر ديسمبر ما وش تاريخ مهم بالنسبة للبلاد لكن مش أنا قلت لك الجلسة الأخرانية متفائل بها برشا ووضيع حقيقة معناها وشفت برشا معناها لخيان ملجتيزون بوزيتيفية احنا زادة الوزارة كيف كيف ان شاء الله ربي ما يقتل الخير وان شاء الله ما يصير كان الخير وعن قريب نشكرك بارشاسي يا حبيب التستوري اللي عوضر مكتب التنفيذي اتحاد صناعة وتجارة والصناعات التقليدية منجمي يقول حد شي نظرا واجب الحذر مطلوب منجمي يقول حد شي لا مش الحذر لا مش الحذر لأن نحبوش نعقد المفاوضات ممكن اي كلمة معناها وهذا مش مطلوب مطلوب اليوم نقنع لبلادنا نعاون بلادنا نخرج ببلادنا منطقة الخطر ونقول لك سيبوكر كانت حب حبر ما تصير حاجة في مستوى أو على الملأ انكلموكم ونعلموكم بأي تطور يصير وتكونوا من الاولين شكرا جزيلا برك الله فيك شكرا حبيب التستوري يا عوضر مكتبين اتحاد صناعات تجارة صناعات تقليدية